الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد امتدت إلى جميع محافظات مصر وتنوعت ما بين التجامعات الدينية والعائلية إضافة إلى التنزه والاحتفال بالمزارة المدن السياحية شهدت إقبالا كثيفا من روادها وسط احتفالات كبيرة ضمت فقرات فنية واستعراضية احتفالات كبيرة بالعام الجديد 2023 عمت ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها اتحد فيها كل أبناء الوطن ورسموا أجمل اللوحات عام مضى وآخر جاء يحمل في طياطي أمنيات كثيرة وطموحات كبيرة استقبله المصريون في كل أنحاء الوطن بفرحة وترابط كبير في الإسكندرية ترأس قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية قداس رأس السنة الميلادية بحضور كبير من مختلف الأعمار أما في مطروح فشهدت كنيسة السيدة العدراء إقبالا كبيرا لأداء قداس رأس السنة الميلادية الجديدة وشهدت الاحتفالات تقديم فقر عن العام الجديد من قبل ذوي الهمم وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الميلادي الجديد تم توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وفي السويس لم يختلف الوضع كثيرا حيث توفد الأهالي على الكنائس منذ الرابع عصرا لحضور القداس الذي أقيم في المساء وشهد حضورا مميزا وفي الفيوم انطلقت الاحتفالات بالكنائس وسط حضور شعبي كبير من مختلف الأعمار وفي الوادي الجديد لم تختلف مظاهر الاحتفال كثيرا حيث عمت الاحتفالات في الفنادق وسط إقبال كبير من النزلاء وبنسبة إشغالات وصلت إلى 100% احتفل آلاف السائحين في الغردقة بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بشكل مميز وذلك في مختلف القرى السياحية التي أعدت الفقرات الفنية والاستعراضية من خلال الفرق الفنية المصرية والأجنبية وفي مدينة السحر والجمال احتفل أبناء محافظة أسوان بوداع عام 2022 واستقبال عام ميلادي جديد وسط فرحة غامرة من المواطنين الذين حرسوا على التواجد بالحدائق والميادين والشوارع الرئيسية والسوق السياحية وذلك رغم برودة التقصى هي إذن احتفالات كبيرة وفرحة عارمة عامة ربوع الوطن احتفالا بعام جديد يحمل الكثير من الآمال